الكرة المصرية قمة الكوموديا وقمة المأساة والحاجة الجميلة فيها وهي النادي الاهلي بيسيقوا إليه وبيضمروه بيسيقوا إليه وبيخلصوا عليه يا عم بقولك شكلوا لجنة لجنة وانت لما تحب يتموت حاجة شكل لها لجنة شكلوا لجنة للتحقيق في إخفاء خطاب النادي الاهلي وانتهت اللجنة إلى أن السيد جريد العطار مدير الاتحاد أخطأ وأنه من يتحمل المسئولية وقررت إحالته للنيابة الإدارية كأنه واحد مثلا شغال في الصرف الصحي ولا شغال في أي مصلحة حكومية في مصلحة البريد وأوحيل إلى النيابة الإدارية اللي اتخاذ قرار ضد هو ده الموضوع حرمانه من الحواف لمدة شهر خصم يوم منه أولفت نظر لأن ده أول غلط ويخسر النادي الأهلي وجمهور وملايين يعني ما فيش تقدير لحجم المأساة ما فيش تقدير لحجم ما فيش اعتزار من اتحاد الكرة رسمي بيان اعتزار رسمي يطلع يعتزر الانتحاد المصري لكرة القدم عن الخطأ الإداري الفادح الذي وقع فيه الانتحاد بعدم طلب تنظيم نهائي كأس نهائي دور أبطال إفريقيا والذي تضرر منه النادي الأهلي باللعب على ملعب المنافس من مساهمة في ضياع البطولة كده كده يا حج كده يا أبا كده يا خال كده يا عم والله الناس دي هتخلص علي والله الناس دي هتخلص علي استفدت إيه عرائي مرتادة استفدت إيه معي يعقوب السقل استفدت إيه استفدت إيه من تصريحه إن إحنا قدنا مباراة سيئة يعني استفدت إيه يعني استفدت إيه استفدت إيه جدا بتجيب الحجة للصبور قال لك أرضية الملعب سيئة ماشي قال لك الدلو ببرا سيئة قال لك فجئت بقى ده اللاعبين السيئة سيئة إيه عم ده كله سيئ في سيئة ده إحنا لس الأسوأ لم يأتي بعد صراحة يا سيدي مصاب وراحة وخد جايزة تحسن العيب في إنجلترا هنمسك بصراحة لما نخلص عليه هنتنور صراحة لحدنا ونخلص عليه بصراحة التحاد كرة ضعيف وإمكانياته وقدراته ضعيفة للغاية للغاية لله فضحونا ومن أسيوب وقدام أسيوبية كسفونا وعرونا وربنا يسطر على الرضيهات والترانزوستور النجوم كوريا يوم 14 قال لك رحمة نعب كوريا كوريا تيعم ده إنت لو لعبت كوبة اللي معندهاش كرة أصلا لا بش شعبالي عندها ملاجم هتخص تب تصدق بالله منتخب مص بهزي المجموعة يخسر منين يخسر من أي حد والله أنا مش عارف يجيب فرقة وحشة في الدول الشرية للدخاني يا سيد آخر الدول لو الشرية للدخاني لعبة اللعبة دي تكسب بلا الشرية للدخاني لو أصوان الصعدة للدور الممتاز اللي قدت مبررة يقعد ده من ده الزمالي لعبة المنتخب ده تكسب منتخب جلال مش ولاد حلال زي المرة اللي فات ده المرة اللي فات كده جات معاهم بصوا الكرة لن ينصالح حالها بهذا الفكر وهذا الاسلوب الإداري وهذه الجرائم والخطايا التي ترتكب ولا يحسب عليها أحد هذه الفوضى الإدارية اسلوب الكلب ميكيلين الصوت العالي أجمله ودلعه وهشتكه وحميه لما يبقى فاس والمؤدب والمحترم أجي عليه وظلمه هي القاعدة كده عمر رب إن الله لا يصلح عمل المفسدين طول ما احنا بنفكر بالموضوع ده كده طول ما احنا بنفكر في موضوع في إدارة الكرة المصرية بعقلية هواء وناس غير يا عمي بقولك عاوز أبقى زي الدور السعود حلمي أبقى زي الدور السعودي ولا الدور الإماراتي ولا الدور القطري حلمي في ده نفزونا ده هتبقنا ناس محترفة طبقوا القانون على الناس الفسدة والمفسدين مش تجي تقولي مش عارف إيه والله أنا تعيبت والله أنا تعيبت والله والله أنا تعيبت اعلب اللايك وحياة سيدك النبي لا تعلب اللايك أنا عاوز الناس اللي معي على اليوتيوب تضرب لايك للصفحة ولايك للفيديو والناس اللي على تويتر اللي على الفيسبوك لايك للفيديو وشير عاوزوا يوصل لأكبر عدد عاسى أن يرزقنا ربنا سبحانه وتعالى بأحد المسؤولين السياسيين أصحاب الرأي السديد والعمر الطويل وأن هما يروا هذا الفيديو ويترحوه في الحوار الوطني في صفحة الرياضة قال لك ما في صفحة الرياضة في الحوار الوطن يناقشوا تولي المدربين إعداد المسؤولين كنت عدي إيهاب جلال في لايبزج كنت عده يا سيد كنت عمله معايشة في منتخب إنجلترا منتخب إيطاليا منتخب فرنسا منتخب أسبانيا كده يا سيد كنت عدل محمد العاص اللي صعد المريا شاب 33 سنة صعد المريا من الدرجة التانية للدرجة اللي أقولها في 3 سنين اشترى فرقة جديدة بـ 20 مليون يور ومش بـ 20 مليون يور نونيز اللي العالم كله بتكلم عليه اكتشافوا عين وقابوا من أورجوي لعبوا عنده وقابوا البنفيكة بـ 25 مليون يور دلوقتي اللي فاربول عاوزوا بـ 85 مليون يور هو ياخد 20% كمان من إعادة البيع ما كسب يا عام لكن الكفاءات ملهاش مكان ومن اللي اختار تركي قال الشيخ اللي الناس ما بتحبوش بيقول لك تركي أفسد الرياض طب هو أفسد الرياضة راح أفسد الرياضة كمان في أسبانيا وعمل وصعت بفرقة بكفاءات وقدرات مصرية شاب عندها علم عندها دراسة أنا تعبت والله والله العظيم تعبت حياة سيدنا اللي بتعبت لحظة حيقال بقى انت نفسك في بلوك لحظة أهو يا حبيب يلا بصراحة منتخب الفضايح منتخب الفضايح أنا أصابي تعبت والله دمتم في أمان اللي هو سمحوني أنا مش قادر والله العظيم قادر والله العظيم أصابي تعبان والله العظيم أصابي تعبان والله أنا دمي محروق والله هو ده منتخب مصر يا جماعة ده منتخب مصر اللي كسب الكاميرون على ملعبها وكنا نقوله ده كسب مدربات رجائح إمكانياتك إيه أصلا قدرتك إيه ده خلص ده جمس بيك اللي بيلعبك مع الطاعة اللي كان في مترجدته في المقصة ولفت على ثلاث تربع عن ديت مصر حرم علينا يا جماعة والله ما فيش تصالح من الكابت المحمود الخطيب للمرة المليون معلوماتي من الكابت المحمود الخطيب وعبر حد من شغال معاه قولي للأستاذة بولمعاطة ذاك الأسطورة اليوتيوب وعلى موراة البحار إحنا أساطير زي بعضين ما فيش صلح مع مرتض مهما كانت الضغوط فده اللي أنا طلعت وقلت لكم من ثلاث أربع أسابيع رسالة منه مقدرش بعد كده أقولي إن فيه صلح لو هو يوم السبت قاله إنه هيتصالح ماشي ماشي أنا سألت النهاردة مشjer محمد أسنان هل الكابت المحمود الخطيب عند نير السلح قالي لا ولا عند نير السلح ولا حاج تبالي كابت المحمود الخطيب رايح الحوار الوطني قال لي وحد عارف محاور الحوار الوطني ايه وفي الرياضة أصلا تبلل كابت المحمود الخطيب يمكن أن يخضع لأي ضغوط أدبية يمارسها كبار المسؤولين السياسيين قال لي كبار المسؤولين السياسيين لن يطحّموا نفسهم في مستقص الان. يعني ايه? قال لي عن الفيصل هو القانون والحكم في واحد والشين الجاري عن القضية. الا لهم اتصالحوا. طب يتصالحوا ازاي يا عامة? يا عامة لا ما قدرش اقول لي هاب جلال واخد على التفويت. يا حجم انا مش كده ايه? يا حجم انا ما قدرش اقول الكلام? ما قدرش اقول الكلام? لكن اقدر اقول انه لا يتحمل الضغوط. لا يتحمل الضغوط. مع مع بيرامد فاشا. مع الزمالك فاشا. ام كاف قدر المنتخب. ما قلناب يا جماعة حد يقول لي حد. يعني حد يقول لي اي حد مهم في البلد ان دي طريقة اختيار المدير الفاني. لما تفشل تترق. لما تفشل تمسك منصب اعلى. طب احنا بننجح اوه. ما بنا تنقاش ليه? انا خليك هنا اخليكوا بلاستفاة. خليك اعد في البيت. طب يا عامة اعد في البيت. طب افشل عشان تشغلني. ما لا. طب خلاص عمش عايزين نشتغل. احنا عاوسطين احنا عاديين في البيت كده والله. والله احنا عاوسطين جدا جدا جدا. يجب ان يكون هناك مؤمر لانقاذ الرياضة المصرية والكرة المصرية. ولو الحوار الوطني ده هيتم بجد. انا مش بتاعبه الصراحة. آآ آآ لازم يبقى في ملف الرياضة ويبقى في حضور لاصحاب الرأي الحر والكلمة الجريئة. امثال امك لابل معاته زكي اسطورة اليوتيوب وعلى ما وراي البحار. غير كده كله هجس. غير ده كلها سبوبة وبتلف. يا سيدي ماشي يا حق. ماشي. لايك وشو صلي على سيدنا النبي الزيب.